ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك أشهر قليلة قبل الشهر الفضيلة هو ما تسعى مصالح وزارة التجارة ضمانه بالتنسيق مع كل من وزارة الفلاحة والصناعة مادة الحليب واحدة من المواد التي تعرف زيادة في الاستهلاك على إثر هذا تم إقرار خارطة طريق جديدة لإنتاج وتوزيع الحليب المدعم والزيادة في الحصص الموجهة إلى 127 ملبنة تم رفع الحصة من 14759 طن إلى 21000 طن أما فيما يخص مادتي السميد والفارينة تم رفع حصص 160 مطحنة سميد من القمح اللين والصلب لترتفع القدرات الإنتاجية من 40% إلى 60% سماعات طويلة نظمت بين هذه القطاعات لتحضير لشهر رمضان البرنامج يعتمد على تموين الضبط عملية تمويل منتظم خاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما مادة الحليب المدعم تم لأول مرة قيام بتنسيق مع قطاع الفلاحة بضمان تموين المناطق الجنوبية بالولايات الجنوبية بمادة الحليب طبيقاً لقرار سيد رئيس الجمهورية ومداوم شاية العملية إن شاء الله في شهر جنفي نبدأ على مستوى ولايتي بالعباب عين قزام وبرج باجي مختار الطلب على مادتي السكر والزيت يعرفه الآخر ارتفاعاً كبيراً وعليه حثت وزارة التجارة خلال اجتماعها بالمحولين مضاعفة الانتاج ابتداء من شهر جنفي من 1600 طن من الزيت إلى 4000 طن يومياً فيما سيتضاعف انتاج السكر ليصل الانتاج إلى أكثر من 4000 طن نفس الشيء بالنسبة للخضر والفواكه نحن على مستوى قطاع التجارة نسقنا جيداً مع قطاع الفلاحة بخصوص ضبط عمليات استيراد الموز ليعتبر عامل ضبط يعني هالريغولاتير بتاع الفواكه واليوم تشوف النتيجة على المستوى الوطني راه الأسعار تقريب 260 إلى 270 دينار للكيلوغرام وهو سعر جد مقبول للمستهلكين مخزون هام من الخضر وسيتم اللجوء إليه في مرحلة عدم الإنتاج التي ستتزامن مع الشهر الفضيل يشمل 100 ألف طن من البطاطا إضافة إلى 30 ألف طن من البصل الجاف و10 ألاف طن من الثوم الجاف لضمان تموين الأسواق وبأسعار معقولة أما بالنسبة للحوم الحمراء ينتظر دخول كميات كبيرة تضاف إلى 1600 طن التي دخلت السوق ستسمح بتوفر هذه المادة بوفرة وبأسعار في المتناول ترجمة نانسي قنقر